الاحداث مستمرة واللي يعني يقول ان الاحداث انتهت امبارح بعد الظهر او امبارح الصبح وان العملية الدراسية هادية ده مش صحيح لحد الفجر النهاردة لسه مازالت الصدمات مستمرة جاءت طبقا لجريطة الشروق استعاد المتظاهرون بشارع القصر العيني كامل سيطلتهم على منطقة الميدان ومداخل شارع محمد محمود وعمر مكرم والشيخ ريحان فجر اليوم الاثنين عقب هجوم مباغت بالقنابل المدمعة والرصاص المطاطي والخرطوش التي شنته عليهم قوات من الجيش والشرطة في محاولة لاخلاء المنطقة من المعتصمين وطبعا يعني غني عن التعريف او جديد بالذكر ان في حائط ثالث تتبنى او بيتبني حاليا حائط خرصاني بيتبني بين شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان والاصر العيني مفيش فرق بين شرطة حمدي بدين المسمى بشرطة العسكرية وشرطة العسوي وزير الداخلية الاسبق التي قطرت العشرات في شارع محمد محمود الشهر الماضي الوحشية التي استخدمتها الشرطة العسكرية في فضل اعتصام مجلس الوزراء وحرق الخيم في مدان التحرير اول امس فائد بشعتها اي احتمال عدم القوة السياسية والاحزاب اعلنوا اعتراضهم وادانتهم للاحداث اللي خلفت مئات الجرحة وثمانية قتلة لسه في شهيد راح من ساعات قليلة جدا عنده تلاتين سنة عقلية المجلس العسكري هي الاخرى لا تتغير كما طلبت القوة بالتحقيق الفوري في الاحداث الاحداث في مجملها واضح جدا انها ماشية في اتجاه معين واتجاه الحقيقة مش ايجابي خالص هيكون معنا دلوقتي الاستاذ محمد زارع رئيس منظمة العربية للاصلاح الجنائي والمحام يقول لها هيكلمنا بشكل اكثر تفصيلا عن اللي بيحصل صباح الخير صباح الخير طيب ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي عايزين نتعرف حالتك الاول على عملك في المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ما هي اهم يعني مهام هذه المنظمة المنظمة لاصلاح الجنائية شركة محمد عربية بنشتغل على دعم الحريات بشكل عام السنين طويلة بنشتغل على القضايا محددة كلها بنشتغل على قضية التعذيب قضية الطوارئ عندنا عشرات القضايا لصالح مواطني تعرضوا للتعذيب في السن اللي فاتت عندنا ايضا قضايا كتيرة للمواطنين تم اعتقالهم او اهنتهم بنشتغل على الحريات الرأي والتعبير بعد الصورة احنا محامين عن 550 شاب اصيبوا او استشهدوا في الاحداث ايضا احنا محامين عن عدد من الضحايا اللي حدثوا في احداث تالية بعد 25 يناير احداث محمد محمود احداث مزبيرو واخيرا الاحداث تحت مجلس الوزراء احنا محامين عن عدد من الشباب امبارح فقط يعني المحامين زملنا في المؤسسة حضروا تحيات مع ربما اكتر من مئة شاب تم تحياتهم في النيابة العامة وعلى مدى هذه الاحداث يعني احنا بنكلم دلوقتي فان ما فيش احكام راضعة ما فيش محدش كده بيشاور يقول اه هو ده اللي عمل وبنشوف ان هو فعلا يتعاقب او تم رضعه فما احترام الشديد لمؤسسة حالتك ولكل المؤسسات يعني وصلتوا لايه بقى في عشر طوش بالنسبة للقضايا اللي هي خاصة بالنظام السابق انا متفق معك تقريبا في كل اللي انت قلته في مشكلة كبيرة في العدالة كتير من القضايا اللي شغالة مفيش فيها ممكن تقول رضع او عدالة منصفة لو جينا بصين على لديت مبارك والعدلي وابناء مبارك ومعاونين العدلي قضايا بتم تأجيلها بانتظام مفيش بوادر لحكم على النظام السابق او الرئيس السابق للأسف الشديد حتى المحاكمات اللي بتتم بتتم على اشياء اظن انها يعني اقل ما يوكال عنها انها تفه بعض الفلال اللي خدوها رشاوي مش هي دي الاحداث اللي الصورة المصرية قامت عشانها الصورة المصرية قامت عشان 30 سنة من الطوارئ والتعذيب والمحاكمات العسكرية وفقار الشعب المصري وانعدام الخدمات الشعب المصري صار لانه تعرض لإهانة كبيرة في إسام الشرطة وتعرض لسوق معاملة واضح من النظام السابق بالاضافة لتسهول الانتخابات اللي تمت على مدار عصره بالكامل وكان فيها بيختصب السلطة المصرية للأسف النظام حسن بارك بيحاكم على الأشياء تفهة حتى الزباط اللي بيحاكموا في أضايا منفصلة وكأن اللي حصل في مصر بعض المظاهرات هنا أو هناك ما هيش ثورة مصرية مكتملة الأرقان حتى الزباط اللي في المحافظات المختلفة تم إخلاء سبيلهم بالكامل وربما الوحيد اللي تم إيدانته أحد أمناء الشرطة في الزاوية الحامرة تم إيدانته غيابيا بالإعدام وثم عادت محاكمته بعد ما سلم نفسه وخد 15 سنة رغم أن هذا الرجل سابت في حقه أن أتل 18 متظاهر أمام كسم الزاوية الحامرة فللأسف فعلا ما فيش محاكمات حقيقية حتى الآن وللأسف الشديد أنه الأحداث اللي حدثت في 25 يناير ثلاثة أحداث مشابهة تماما ربما مع تغيير نظام الحكم يعني إذا كان النظام حص مبارك استخدم وزارة الداخلية في قامع المتظاهرين للأسف المجلس العسكري استخدم الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية في قامع المتظاهرين وربما أتلهم أيضا بس أنا فإنه كان سؤالي واضح جدا ربما بدأت كلامك بأنه حياتك متولي أو من ملفاتكم المهمة هي أهل الشهداء والضحايا في ثلاث أحداث نحن كلمنا عنها أنه هي 5 يناير ثم مسبيرو ثم محمد محمود وأخيرا ربما حدثت مجلس الوزاو وحياتك قلت لي أنتم متوليين هذا الملف وكان سؤالي هو ماذا وصلتم إليه أنتم وكل المعنيين بهذا الموضوع وكل المحامين يعني كمان لو تقصت أنا محامي عن فئتين من ناس محامي عن ناس مدعين مدنيا في قبل النظام السابق وأنا بقولك الملف دوت لم يشد أي تقدم وأيضا محامي عن بعض الأشخاص متهمين أنهم بيتظاهروا أو بيتجمهروا هذا الملف سريع جدا وربما أكتر من 12 ألف شاب مصر يتحكم عليهم في محاكمة عسكرية واستثنائية ليست فيها أي ضمانات للمحاكمة العدلة وأيضا يعني على سبيل المثال مبارح 164 شاب اتعرضوا للمحاكمات كلهم حضروا للنيابة وهما متعرضين للتعذيب الجماعي واحد منهم استشهد بعد التحقيق معاه من جراء يعني إصابات خطيرة النيابة العامة تعهدت أمس بيعني أنها تعرض كل المشتبه فيهم أنهم تجمهروا أو حرقوا أو كذا على الطب الشرعي لأنه كان بادي عليهم جميعا التعذيب والإصابات فالملف اللي بيسائلوا فيه الزباط النظام السابق ورموز النظام السابق متوقف تماما الملف الآخر اللي فيه محاكمة للصوار أو حتى المشتبه فيهم أنهم يعني بلطجية أو عملوا أشياء مخالفة للقانون بيسير بواترة سريعة جدا وللأسف الشديد ربما يعني مفيش عدالة كاملة لأنه معظم الناس تحكموا في قضاء عسكري بيفتقد لأي معايير للمحاكمة العديدة طيب وكا منظمات حقوقية مفيش سلطة ليكم سلطة سواء سلطة يعني قضائية أو حقوقية أو مجتمعية أن حضراتكم تقدروا يكون لكم دور في النداء ما يتمش بهذه الطريقة يعني أنتوا أنا حاس أن احنا بتتفرجوا يعني أو بتكلموا عن موضوع كمشردل أو يعني كموقف المتفرج أكتر منه موقف المشارك أو الفاعل أنتوا في قديكم سلطة لأ إحنا محامين وإحنا جزء بالنظام دولة إذا كانت الدولة بتصير في اتجاه العدالة دورنا هيكون سهلة جدا لو الدولة بتصير في اتجاه تعطيل العدالة وربما خافت الناس فإحنا دورنا هيكون معوق والكرسة اللي إحنا عايشين فيها النهاردة لأنه النظام الحكم أنا أظن ما تغيرش كتير يعني ربما يكون حقيقة قلت شيء صحيح جدا أحيانا إحنا نقف في موقف متفرج رغم أن إحنا فاعلين إحنا محامين لكن بسبب تسفيه دورنا وبسبب عدم الأخذ بقراء الناس الدولة في مقذك شديد واللي إحنا شايفينه في مجلس الوزراء ده نتيجة احتقان موجودته للوقت الصوار في اتجاه ونظام الحكم في اتجاه آخر وآخر الأشياء الخطيرة هي نزول الجيش للشارع الجيش المصري يعني لأكتر من 200 سنة من عهد محمد علي الجيش وطني لحد النهاردة الجيش المصري دوره طول وقت ما فيش خلاف عليه لما نيجي النهاردة نقحم الجيش المصري في أحداث بالشكل ده يعني كان مقبول أن وزارة الداخلية في الفترة الماضية فيه كتير من المشاكل معاه لكن المشاهد اللي شفناها في الفترة اللي فاتت من سحل الفتيات وإطلاق الرصاص الحية على المتظاهرين قتلوا عشرة والحداشر مات أمس في النيابة أثناء التحقيق وأيضا إصابة أكتر من 500 فرد من جراء مصادماتنا بين الجيش وبعض عناصر الشعب ربما يكون فيهم بعض الخارجين على القانون ده شيء غير مقبول لحتى الخارج على القانون ده مواطن يجب المحافظ على حياته والقانون المصري إدى للسلطات الأمنية إنها تتخذ من الإجراءات إنها تحافظ على الناس وحتى لو اضطرت استخدام العنف لتفريق الناس مفترض إنه حتى استخدام العنف ده وتكون يعني فيه نوع من أنواع الضبط والتدرج وما وصلش في النهاية إنها تقتل الناس في صدورها وفي رؤوسها حتى القانون نظم مسألة إنه إطلاق الرصاص في آخر مرحلة يكون في الأقدام لكن إحنا ما بنشوفش كده كل الكليبات اللي شفناها إن فيه قتل خارج القانون بيتم الآن للأسف في وسط القاهرة وبيرجع تاني الكلام على إنه والله ده ممكن ما يبقى إحنا لست بحقيقات ما أثبتتش مين ولا ممكن يكون يعني ناس غريبة لا هو الجيش ولا هم المتظاهرين والكلام ده كله حقيقة ده إيه أو يعني قابلية ده إن يكون حقيقي ده طبعا كلام مش مقبول نفس الكلام ده تردد مع حبيب العدل ومع الزباط الشرطة اللي قتلوا أكتر من ألف شاب في المظاهرات والتظاهرات اللي تمت في 25 يناير وأصابوا أكتر من 10 ألف نفس الكلام بيتقرر مرة تانية الفيديو كليب اللي بينشر من فترة أخرى بيأكد على إنه الجيش أو الشرطة هم اللي ضلعين في قمع الاحتجاجات واستخدام الرصاص الحي كانوا واضح وبادي طول الوقت وللأسف الكلام على إنه في طرف تالت ده كلام غير مقبول لأنه ما فيش طرف تالت ولو في طرف تالت يعني عليهم إنه المسؤولين عن إدارة المؤسسات الأمنية الكبيرة أو المجلس العسكري اللي هو بيدير شؤون البلاد عليهم إن يتناحوا فورا عن إدارة شؤون البلاد والقائمين عن المؤسسات الأمنية يتناحوا فورا لأنهم عجزوا على إنهم يوفروا الأمن للشعب المصري ولكن المؤكد فعلا إنه الأحداث يعني هم المتورطين فيها وهم المتسببين فيها ربما هم بيحاولوا يعني يهربوا من مسؤولية اللي قد تطوردهم في المستقبل مش بس قدام القضاء الوطني لكن حتى قدام محكمة جنيئة دولية لأن الجرائم اللي حدثت في يعني وسط القاهرة دي جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية لما تطلق النار على الناس بدون تمييز دي جريمة لا تسقط بالتقادم وكلنا أمل إن الأوضاع دي تهدأ وإنه الكل يعود لرشده لأنه دا هي المحاسبة يعني إذا أوضاع تهدأ تمام بس المحاسبة يا فندم يعني لا لازم محاسبة ما حدش قالنا ما فيش محاسبة دا زي نفس قصة الكنائس كل شوية تحرق كنيسة والفاعل ما فيش وباكد تحرق كنيسة داني والفاعل ما فيش يعني حمنا نتكلم إيه كل دا كل دا كلمنا عن الأرواح البشرية إن هي الأغلى إحنا لسه ما تكرماش على المجمع العلمي دا قصة تانية خالص جنوز مصر يعني خلينا نقول يعني إحنا بنتكلم إن الشيء يعني أهم فالمهم ولكن دا لا ينفي أهمية الآخر الحديد والتي بنتكلم إحنا نحرق مصر بأيدينا بأيدي مين بقى مليش دعوة بس بأيدينا بأيدي مصريين جيش بقى شرطة ملطقية صواء خلينا نرجع الأحداث اللي فيه معتصمين ما دي أحداث وما دي إيه ما نقول لحك خلينا نرجع الأحداث بترتبها لعز الأحداث ما نقول لحضرتك نرجع بترتبها كان قدام مجلس الوزراء فيه معتصمين لهم مطالب مشروع السيد رئيس الوزراء خرج علينا وقال إن عنده صلاحيات كاملة صلاحيات رئيس جمهورية وصلاحيات لم يأخذها أحد من قبله وقال إنه يقدر في ربع ساعة يفض الاعتصاب لأنه لن يستخدم القوة بعد شوية دخلت علينا الأحداث إنه هناك محاولة للتسميم الصغار الدولة خرجت بشكل سريع ونفت المسألة ديت أقل من 24 ساعة تم الهجوم على أجلس الوزراء وتم قتل عشرة من المعتصمين وأصابوا 500 حتى الآن وتوالت الأحداث فالفكرة إنه للأسف الشديد مش بس اللي حصل ده جريمة ضد المخالفة للقانون المصري ولا المواصيك الدولية اللي المصري وقع عليها إنه لا يجوز فضل الاعتصام بهذه الطريقة لكن أيضا الكلام ده بيخلي رئيس الوزراء في المرحلة الحساسة في عمر البلد وفي الثورة المصرية اللي بيحاول يحط النفس موضع قدم ويكون يعني ليه شرعية حتى رأيه لا يؤخذ به ولو إنه القوات الجيش تحركت بدون موافقته فيبقى هو وزير بلا صلاحيات ولو إنها تحركت بموافقته فيبقى هو لم يصدق في وعده فأنا أظن في كل أحوال إحنا داخلين على مواجهات في الفترة القادمة